يا هلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله طيبين اليوم راح نتكلم عن واحد من المسلسلات المظلومة جدا واللي ما اخذت السمعة اللي تستحقها واحد من المسلسلات اللي وقعت في حبه بين عشية وضحاها واحد من المسلسلات اللي راح ياخذك في تجربة جديدة ومختلفة كليا في عالم المسلسلات مسلسل HBO الرائع Succession المسلسل يا جماعة بشكل عام يتمحور حول عالم الاعمال والاعلام والثراء الفاحش والقليل من السياسة والثراء الفاحش مرة ثانية لانه في فرق بين اثرياء واثرياء جدا واللي تابع المسلسل او اذا تابعتوه بعدين بتفهموا قصدي عموما سواء كنت من متابعين مسلسل او لسه ما تابعتوه خليك معانا لانه هالفيديو ما راح يحتوي على الحرق للأحداث ابدا بعطيكم فكرة سريعة عنه وعن شخصياته والاهم من هذا كله بقول لكم ليش لازم تتابعوا مسلسل Succession بطابع درامي وكوميديا سوداء تدور احداث المسلسل حول عائلة تمتلك شركة اعلامية وترفيهية كبيرة جدا وداخل هذه العائلة صراعات برضو كبيرة جدا بين كبيرهم الذي علمهم السحر وبين ابنائه كل واحد منهم عنده طموحاته وكل واحد منهم عنده ميول بعضها ميول طبيعية وبعضها غريبة وبعضها جدا ما ادري وش نقول عنها مرة غريبة وحقيقة يا جماعة اول ما بدأت اتابع المسلسل اتذكرت مسلسل House of Cards ما هو في جوانب كثيرة ولكن تقريبا التشابه يكمن في جانب اللعب على الحبلين السياسة البزنس وكيف الواحد ممكن يضحب اشياء كثيرة ومبادئ كثيرة علشان نفسه او على قولتهم لحيتي ولا الف لحية ومنها الكلام محركات ضبطني وضبطك هذا يطعن هذاك وهذاك يغدر بهذاك في تصادم بسيط بين المسلسلين يمكن تلاحظه ثاني شيء المسلسل لما تتابعه بتصير امام خيارين اما انك تصحل نفسك وتقول خلاص انا لازم اسوي شيء تجاه حياتي او على الاقل احاول اتعلم شيء جديد وركز على المستقبلي اكثر او انك تجلس تتحلطم وتقول ان عن امهم معهم فلوس وتروح تتكي على سناب شات ولا في اللوبي مع ليال في واردزون براحتك باء انت وضميرك وحش ثالث شيء لازم تعرف المسلسل يتكلم عن واحدة من اثر العائلات في امريكا الاسرة غير حقيقية طبعا ولكن غالبا هي انعكاس وتجسيد شبه واقعي للعائلات الثرية جدا المهمة العائلة هذه عندها سيطرة بشكل مباشر او غير مباشر على اهم محطات التلفزيون والاعلام المحلي الامريكي وعندهم كمان سيطرة على معظم معالم الترفيه الفاخرة والغير فاخرة والاهم من هذا كله عندهم علاقات مع الكثير من رجال الاعمال الكبار والسياسيين بل مع البيت الابيض شخصيا يعني تقدر تقول ان هذه العائلة تدير امريكا اعلاميا وترفيهيا بنسبة كبيرة والمسلسل ينقسم الى قسمين في الاحداث القسم الاول وهو جانب الاعمال واللي بنشوف فيه كيف طريقة سير الامور داخل هذه الشركة الكبيرة كيف القرارات يتم اتخاذها كيف الاجتماعات والصفقات الكبيرة تتم طبعا لما اقول لك صفقات ما اتكلم عن مليون ولا مليونين ولا مئة مليون ولا مليار لا 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 يا حبيبي احنا نتكلم عن صفقات بعشرات المليارات شراء شركات شراء اصول شراء ممتلكات شراء محطات تلفزيونية شراء اراضي وعقارات شراء بواخر واساطيل يب شراء اي شيء في العالم هذا وبرضو بتشوف كيف افراد الاسرة الثرية هذول يتعاملون مع بعضهم داخل هذه الشركة وخارجها هل الثروة والنفوذ موحدتهم على كلمة وحدة ولا مخليتهم يتخبطوا في بعض والقسم الثاني هو الجانب الاسري او جانب العائلة واللي رح تشوف في حياة هذول الناس كيف قاعدة تمشي ورا الكواليس على سبيل المثال يلا يا جماعة طفشانين خلونا نروح نلعب كورة اوكي يلا نطلع الحوش لا يا حبيبي الحوش يا حبي هذا حقي انا وانت يلا نطلع الملعب اللي جنب البيت برضو للأسف يا حبيبي الملعب هذا حقي انا وانت طب يلا مشانا نستأجر استاد رياضي كامل اهو ولا حتى قربت يا وحش اجليش بعطيك مثال الو يا كابتن ضبط لنا واحد ملعب مزروع وخيمة راقية جدا وعشاء فاخر في ارض رائعة بين الجبال وتحت الاشجار وجيب لنا عمال وعاملات كثير ما تدري وش نحتاج هناك ولا تنسى تجهز لنا بار فيه جميع انواع المشروبات الروحية والغازية ويا ريت بالمرة الارض تكون بعيدة جدا عن ضجيج البشر يا بالله لا تنسى كمان تشغل الهلكوبتر مسافة السكة وحنا عندك ولا صح خليها اربعة هلكوبتر معليش الشلة كلها جاية يب لهذه الدرجة اثرياء والفلوس عندهم nothing هذا جانب غير كمان المشاكل اللي تصير داخل هذه العائلة سواء من ناحية من هو الاصلح ومن هو الاقوى ومن هو الافهم ومن هو اللي يستحق السكساشن او خلافة هذه الشركة في المستقبل وكمان بتشوف طريقة تعاملهم مع الناس اللي اقل منهم سواء على الجانب المادي او الجانب الاجتماعي وبرضه المسلسل يسلط الضوء كثير على الفرق بين اللي تولد وفمه ملعقة من ذهب وبين اللي قضى نص عمره الين قدر يجيب ملعقة الذهب هذه كيف تصرفاتهم تجاه بعض الامور المالية والاجتماعية والاسرية وغيره ناهيكم عن الشخصيات اللي في المسلسل قوة بناء الشخصيات يا جماعة جدا رائعة والشخصيات منوعة بطريقة جدا مميزة ورح تضيف للمتابع تجربة غير مملة ما رح اذكر اسماء ولكن لو انت من المتابعي المسلسل اضاك تخمن معي ايش هذه الشخصيات في عندنا الشخصية الجادة جدا واللي قل ما تشوفها تضحك وفيه شخصية ساخرة واللي ما تحسب لأي احد حساب حتى ولو كانت الشخصية جادة وفي قمة جديتها تلاقيها ترمنكة وتستضرف في كل موقف وفيها الغبي والاغبة وفيه غريبة الاطوار واللي الناس فوادي وهو فوادي وفيه الشخص اللي يحاول يبني نفسه بنفسه بعيد عن الاسرة وفيه الحرامية والنصابين والمحتالين فيها الاذكياء والعباقرة والمحنكين حرفيا يا جماعة مسلسل فيها اشكال والوان الشخصيات وكل شخصية تتميز بحضور وهيبة معينة وما عرف حقيقة وش اكثر شخصية بتعجبك ولكن الاكيد ان فيها على الاقل شخصية واحدة من بين كل هالشخصيات راح تعجبك اذا مو اكثر مو شرطا ان نتكلم عن نفس الشخصية بس اللي اقصده تعدد الوان الشخصيات لابد ما يكون مناسب لجميع المشاهدين ما ودي اخوض في تفاصيل اكثر خلونا نكتفي بهذا القدر يعني عن القصة والشخصيات ومن ذا الكلام اما بالنسبة للاخراج يا جماعة راح تلاحظون ان الكاميرا فجأة تتحرك بطريقة غريبة كأنها فيلم وثائقي او كاميرا خفية وبالنسبة لي اشوفها لمسة ممتازة لان المخرج ما يستخدم هذه الحركة في كل المشاهد يستخدمها في المشاهد اللي يكون فيها توتر او صدمات او شيء غير متوقع وبرضو طريقة التصوير هذه تعطي واقعية للمشاهد بشكل مرعب لدرجة احيان تحس ان اللي قاعد يصير قدامك ماهو تمثيل واللي خدم الشيء هذا وزاده قوة وعززه التمثيل التمثيل يا جماعة جدا رائع وكل شخصية قائمة بدورها على اكمل وجه وبالرغم من انه بعض الشخصيات كريهة لحد كبير الا انك بتلاقي نفسك مستمتع في المسلسل مع الوقت اكثر واكثر وتبغى تشوف اكثر رتم القصة والاحداث بشكل عام ماهو ممل نهائيا وان كان فيه لحظات ركود بسيطة لكنها ما تصنف مملة البتة من وجهة نظري ويحتاج لك برضو تركز في بعض الامور وقد تضطر للبحث عن بعض المصطلحات المالية ومصطلحات عالم الاعمال والمال بشكل عام ماهو ضروري ولكن علشان توسع افاق فهمك لبعض الاحداث في المسلسل والاهم من هذا كله العمل من انتاج اتش بي او يا جماعة مفروض اني اذكر هذه النقطة من البداية واقفل الفيديو واقول لكم يلا تابعوه مع السلامة اتش بي او ما يحتاج المسلسل نازل منه الى تاريخ هذا الفيديو موسمين كاملة وفي موسم ثالث قادم في 2020 لكن ما هم محددين بالضبط متى كل موسم 10 حلقات وكل حلقة مدتها ساعة واحدة فقط تقييم المسلسل على موقع IMDB 8.5 من 10 وعلى موقع Rotten Tomato 92% من كلا الطرفين وتقييم الشخصي للمسلسل 9 من 10 طيب هل المسلسل مناسب للجميع يا وجيه اول شي لازم تعرف المسلسل مصنف للكبار فقط في حال انك كنت تحتاج تعرف هذه المعلومة ثاني حاجة المسلسل مثل ما ذكرت في بداية الفيديو اذا انت تحب الدراما بشكل اساسي راح يناسبك اكيد 100% او اذا انت من الناس اللي ناسبهم مسلسل House of Cards برضو راح يناسبك بنسبة كبيرة جدا وبرضو اذا انت شخص مهتم في عالم المال والاعمال او على الاقل تحب تجرب شي جديد في عالم المسلسلات المسلسل برضو بناسبك وببساطة كده يا جماعة مسلسل Succession يستحق انك تعطيه فرصة وانت صاحب القرار في النهاية يجرب تتابع كم حلقة او تابع اول حلقة وقرر بعدها وحقيقة يا جماعة ما اخفيكم للان وصيت ثلاثة اشخاص انهم يتابعوه وكلهم انبسطوا عليه ولا وقفوا متابعة عقبالكم ان شاء الله ومعلومة مهمة برضو اذا بدأت تتابع المسلسل حاول تركز في شارة البداية في بداية الحلقات في فلسفة بسيطة لعلك تلاحظها وبتعطيك يعني معرفة اكثر في احداث المسلسل والترابط اللي ما بين الشخصيات في المسلسل مو شرط ولكن في حال انك تحب تشغل المحقق كنن اللي جواتك يا ركز في شارة البداية وبرضو شارة البداية في الموسم الثاني تختلف شوية كذا راحيش شرح لك برضو بعض الامور الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الاعجاب عشان ايش الفيديو يوصل لأكبر عدد من المتابعين كان معكم الوجيه يا مانيلا